حقل كاريش الإسرائيلي في زخم إنتاجه الغازي منذ الاكتشاف ولم يدخل بعد حرب المشاغلة التي يجاهر فيها حزب الله هنا عند تخوم المياه الإقليمية اللبنانية العمل عادي وكأن لا حرب ولا من يحاربون حتى إن اكتشاف المكمن الثاني الجديد كاريش نورث دخل مرحلة متطورة وسيحقق حقل كاريش في الـ 2024 نمواً إنتاجياً متوقعاً يفوق الـ 50% عن عام 2023 ويظهر التقرير السنوي رسمي لشركة إينيرجين اليونانية الصادر في 21 أذار 2024 أن إنتاج كاريش عام 2023 بلغ 87 ألف برميل بيترول موازن يومياً 89% غاز وتكشف الشركة أن الإنتاج ارتفع في شباط 2024 أي في عز حرب غزة والجنوب إلى 100 ألف برميل يومياً وسيصل في الأشهر المقبلة إلى 130 ألف برميل فيما العمل جار لتحقيق هدف إنتاج 200 ألف برميل يومياً حتى إن الإنتاج تعد بأشواط إنتاج الحقل الغازي في مصر الذي بلغ 25 ألف برميل في 2023 وكشفت شركة إينيرجين أن مكمنة كاريش نورث سيبدأ الضخ أيضاً في 2024 وبدأ ربطه بالـ FPSO وهي باخرة تصفية الغاز الراسية بحراسة السفن الحربية الإسرائيلية كما يظهر التقرير أن حجم مبيعات الشركة بلغ 1420 مليون دولار معظمها تابع لكاريش وأن الأرباح الصافية من الحقل الإسرائيلي بلغت 185 مليون دولار إذن إسرائيل تطور نشاطها الغازي بشكل سريع وآمن حتى إن باخرة الـ FPSO استقدمت أكبر بـ 40% من الحاجة بسبب توقع اكتشافات لمكامل جديدة أخرى على الحدود مع لبنان كما إن إسرائيل تؤمن 95% من حجم إنتاج الكهرباء من حقولها الغازية في المقابل لبنان غارق في العتمة وفي الاستعطاء أي شحيدة لفيول على أبواب العراق وهو يتفرج على إسرائيل بعدما سدت شركة تطال أبواب الحفر والإنتاج لفترة ليست بقليلة وانشغلت منظومته بجبهة داخلية لتعطيل انتخابات رئاسة وجبهة خارجية حربية لمساندة غزة في المحصلة لم يدخل كاريش بعد معادلة الحرب ولم يدخل وإذا كانت إنجازات إسرائيل الغازية من أبرز نتائج حرب المشاغلة فهنيئا لنا بالمشاغلة والمشاغلين ولمشاغلين